شغلة تقوم فيها الوزارة جدا جميلة وهي وجود الأطباء الزائرين تحرصون أنتوا أكيد كوزارة أن يكون في عدد من الأطباء الزائرين لمستشفياتنا بشكل شهري طريقة اختياركم الأطباء على أي أساس حرصكم أن يكون دايما في أطباء يأتون لزيارات لمستشفياتنا أما قلت تسمينهم حزمة أو باقة من الأطباء المميزين في حقيقة هذا المشروع بدأ من الألفين بعد التحرير مباشرة ومن خلاله يقوم بكل قسم مع بداية العام بناء استجابة على تعميم باختيار ما يخدم تخصصه ويتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم يعني في شهر 9 اليوم أنا كنت أشوف الجدول عندنا ناس من كندا من أمريكا من فرنسا من ماليزيا من جنوب أفريقيا حتى من البرازيل فكلهم في مجال اختصاصه فكل قسم من هذه الأقسام أيوة هذا هو الجدول دكتور أيوة حتى من الهند نشوف بريطانيا النمسا إسبانيا كل شخص يكون عنده نوع من التميز فيتم الاستجلابه هذا يساعد فيه تقليل العلاج بالخارج نلاحظ التخصصات هنا أمراض صراطانة الدم العظام جراحة الأورام أما أنفوذ الحنجرة الطب العيون أيضا الأمراض الصدرية الطب الخصوبة لا شك أنه في كل هذه الأفرع هناك جديد هذا الشخص يأتي بخبرته يكون كل قسم وضع لمرافق هذا المرافق يجمع له كل الحالات التي تعلق به تخصصه وفترة تواجدة تنوع اهتماماتنا ما بين أنه يكون هناك عيادات زيارات ومرور على الجناح القيام ببعض الجراحات وتتنوع يعني كل قسم يعطي الأولوية لمرضاه لكن لو كان شخص مختص في مرض نادر يتم التعامل على مستوى الكويت كلها في تجميع هذه الحالات لأن بعض المعدل الانتشار لبعض هذه الحالات تكون واحد لكل 100 ألف فبالتالي عندما يصبح مرض نادر يحتاج رعاية خاصة متوفرة من شخص قادم من بره هذا نفس القضية لما نتكلم عن جراحة تجميل لما نتكلم عن جديد الأنف والأدوم والحنجرة لما نتكلم عن الأورام هذا جانب فبالتالي يتم التعامل معهم يسعدني أني أقول أن الوزارة بصدد يعني خنقول اللاونشينج أو الإعلان عن برنامج ألد نت يصبح كل شخص زائر توضع صورته وتوضع جانب اختصاصه ويعجبونك للجمهور أن كل مريض يعرف من هو من المختص في مثل هذا فإذا توفر له في الكويت يوفر عليه الذهاب إليه صحيح فبالتالي من هذا المنطق هو ممكن يدخل للتقرير الطبي والعلاج ويطلب نوع من ترتيب موعد له الشخص المناسب اللي هو المرافق في القسم اللي طالب هذا الجراح من خلاله يقوم فرز هذه الحالات وحسب الجدول المعد يعني في العيادة يمكن يشوف عشرين صحيح اليونة اللي أكثر الأكثر الحاحنة أو حاجة أن نشوفهم هنا يتم هذا الموضوع إذا احتاج الأمر زيارة أخرى بعض هؤلاء الجراحين يأتي ثلاث مرات بالسنة في الكويت وفي نفس الوقت طبعا نحن ما نتكلم فقط عن علاج مرضى نتكلم أحيانا عن محاضرات ورش تدريبية وربما أحيانا مهارات وتجهيزات يعني خنقول جراحية مستجدة هذه تحتاج من التعلم فيها يعني جراحة المناظير يعني يوم من الأيام كان القلب المفتوح والبطن المفتوح وهو الأساس اليوم لا بجراحة المناظير ممكن تزرع كله صحيح بجراحة المناظير ممكن تبدل يعني صمام فتطور العلم هذا مهاراته في البداية تحتاج من يشرف ويتبادل الخبرة الجانب الآخر طبعا احنا عندنا مجموعة من الشباب أو حتى يعني خنقول لأطبة اللي يحتاجون اكتساب هذه المهارة فيصير ما يسمى التشبيك اللي هو التبادل بحيث أن الطبيب اللي نطلبه يصبح عنده مساحة بحيث أنه يستوعب طبيب أو الثين أو جراح أو كذا على أساس يقعد معه ربما شهر شهرين تعلم كيف يستخدم الجهاز كيف يكتسب هذه المهارة ويعود لينفع فيه بلده وأهله ومرضى على قدم الوساق دكتور يعني أكيد هذا الجهود وحرص الوزارة أكيد أنه يتوفر في كل مجال يعني أفضل الأطباء لكن دكتور أكيد في مثل ما قبل شوي شفنا مع المشاهدين الجدول وكيد الحالات يمكن في مثل ما قلت الوعي زايد عند الجمهور في يمكن شخص يقول لك والله أنا ناطرها للبروفيسور ولا هذا الدكتور لكن فترة الزيارة قاعد تكون قصيرة يعني ما تفكرون كوزارة أنه مثلا تمتد أكثر عشان تستوعبون حالات أكثر ولا خطتكم تكون على طريق المدى شوفي الناس اللي نيبهم أصلا الناس مشغولين ونقعد نفاوضهم على أساسي فرد لنا أسبوع أو عشر تيام أو أسبوعين بحد أقصى الجهة التنظيمية لللوكم أو زيارات تأتي على هذا الأساس فبالتالي إحنا واجبنا أن يعني نصل بالفائدة الحد الأقصى من خلال ترتيب رؤية المرضى من خلال جداو العمليات من خلال التقاء مع المختصين على مستوى منطقة أو على مستوى الكويت هذا جانب لكن اللي تفضلت فيه اللي هو ربما في المستقبل يعني كان مطروح أنا شاركت حقيقة ببعض التصورات اللي هي المدينة الطبية بحيث أنه أنت ناس مختصين مثلا في الأورام ناس مختصين في العظام ناس مختصين بالأصاب يبني له وحده الجراح يأتي والمرضى يذهبون له وتصير جزء من الاستثمار طويل الأمد اللي من خلال المرضى من الكويت وغارج الكويت يأتون يقصدون هذا المكان وهذه ليست بدعة موجودة مثلا في هونج كونج موجودة في بعض الأماكن اللي يصير لها نوع من صناعة الصحة أو الاستثمار بالصحة بحيث أنه التوفر على المرضى ربما الغربة والتعني وأحيانا الفيز وما إلى ذلك من أنه يكون مرتاح بينها والتعامل معها لكن هذه الفكرة مطروحة الآن نحن سنويا يزورنا خم من 4 إلى 6 وجبات أو باقات سميناهم من الأطباء الزائرين دوريا ويتنوعون حسب طلب كل قسم موزع سواء على مستوى البناطق الصحية المستشفيات العامة أو حتى المستشفيات التخصصية اللي هي في منطقة الصباح الصحية مبغيتي الرازي مبغيتي بن سينة مبغيتي الباطين أسعد الحمد يعني كل هذه المراكز التخصصية من حقها أن تستضيف بعض الأطباء الزائرين فائدة للمرضى وفائدة للمتدربين أو حتى الأطباء المرافقين دون دكتور في مثلا تخصص معين أو في مجال معين صعب لحد الآن على الوزارة أن تلقى مثلا الأطباء الأكفاء أو يسدون هذه الحاجة لدينا يعني هل هناك نقص فيه أفدا نتكلم عن أول شيء العالم يسمونه قرية صغيرة أي واليوم أي طبيب يعني حتى فيه العلاج بالخارج لما الواحد يروح المريض يقول له وين ممكن أن يروح يقول له أنت عندك ثلاث مراكز رئيسية مثلا في النمسا في فرنسا في بريطانيا أو في أمريكا نعم وأصبح الآن مع جوجل صح يعني ممكن تحط أنت تقول أفضل مركز لعلاج المرض الفلاني فيعطيكو هو خيارات غير أنه ما شاء الله عندنا حنا نشاط سواء على المؤتمرات المحلية اللي نستدعي فيها الخبراء والمتميزين أو أبنائنا وبناتنا الطبيبات اللي شاركون فيه مؤتمرات خارجية وهذا يعطيهم مجال احتكاك فالعبرة أنت تصيب أكثر من أصور بحجر ترفع مستوى العلم والمعرفة ترفع مستوى الممارسة المهنية وفي نفس الوقت تصنع نوع من التشبيك اللي من خلاله ممكن تستدعي هؤلاء لتبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم مرضان فكل شكرا لك الدكتور أحمد الشطي الناطق الرسمي بزارة الصحة